والله أنا بالنسبة لي اعتبر اليوم شهادة ميلاد ان كتبت لي I never forget for this day A special moment for me in my life, in my family I could find happiness from this beloved country for my family أنا اسمي صالح محمد سعيد القساري بدايتي كانت زي ما قلت لك أوفيسر ضابط علاقات عامة وبعدين شوي شوي رقوني بعد المعاملنا بارقيل هولنج يعني المجموعة سارت قابضة أعطوني الهد في العلاقات العامة أحب أشكر الدكتور شمشير هذا الرجل علمنا منه الصدق والأمانة وكان عندما نوقف نحن تقينا مشكلة مع الدوائر الحكومية أو في أي قطاع حكومي كان يقين يقول لي أنا نقوهد أنا قبلك مش بعدك قبلك فهذا ولد عندي اعتزاز وقوة إرادة أنا من باكستان أبحث إلى وجود أن أجرد أن أجرد الأمان السابق سعيد وإن تحجيل صحيحك وأنت arrivé 1984 أجرت في بيسار نوار بيسار نوار ممتقاه من المتحدة موسيوشي الأيكري إحبار كما نحن في المتحدة المترجم للقرب، المسوس بشي السيادر إنسان الثالثة الواضحة كنتم في العمل العملية، امترضي محاولة اتجار العملية في تريد اني أجل الوقت كنت احهد للمنزل الان الواضحة تحظى ان conform لتو المنزل الشيخ زادزيزيزيزيين فى محاولة وكانت لا كذفني ونفق عن ضرب ثلوت شيخ زادزيزيزيزيزيو سنعيب ومعي كمامل في حياتي فأتمنى للجميع التوفيق والوصول إلى ما وصلت إليه وأكثر إن شاء الله من الشباب هذا المدد للخدمة لحاجاتنا لنا والأحيان قد أعطي من الناس لأن الله أعطي إليه أكثر 10-20 عام مستطل أعطي أن أعمل في أمريكي و尤其 أبو دبي اليوم هي جميعا لك يا أبي اليوم هي جميعاً لتحديث 38 عام منك إلى واحد جميعاً أنا جدًا جدًا أن أجدًا بأن أجدًا مثلك أبي صالح قدمت الكثير خلال سنوات كثيرة من الخدمة ولا زال عطائك مصدر الهاملة بمناسبة اليوم العالمي للعمال أبيت توجه لك بجزيل الشكر والامتنان نحن نعرف على تدكاتك وكل ما تقدم لك في هذا المنزل أبي عبد الرحمن الحوا والله أنا بالنسبة لي اعتبر اليوم شهادة ميلاد ان كتبت لي وهذا يدل على شيء وأنه يدل على اهتمامهم القوي والفائق والذي كانوا لنا عون حقاً لا يمكنني أن أؤمن أقول لك شكراً للمنزل وهم يتعرفون وهم يتعرفوني مصدر شكراً لك أنا مجموعة إنه مجموعة لأني أنت تختاريني أنت تجعلني أنت تجعلني مجموعة مني اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر